موسيقى في عنوين الصحية لليوم انخفاض في معدلات الاستشفاء من مرض الملاريا غرب كينيا بعد تجاوز نسبة الملقحين المائة ألف طفل ميراي شابة كفيفة من لبنان تفرض اسمها معالجة فيزيائية ناجحة كيف نحول الإعاقة إلى طاقة في الملف البيئي آيسلندا تتجه لوقف السماح بصيد الحيتان لأسباباً اقتصادية موسيقى بدأت مستشفيات غرب كينيا تتلمس نتائج لقاح الملاريا الجديد الذي وفقت عليه منظمة الصحة العالمية أواخر العام الماضي سجل نقص في وحدات طب الأطفال في المشافي الكينية التي تعجوا بأولاداً نصابين بالملاريا كما تقلصت كذلك نسبة الوفيات وشدة الأعراض المرافقة للفيروس بحسب مسؤولين في مركز أكال الصحي وتلقى أكثر من مائة ألف طفل في غرب كينيا اللقاح المضاد للملاريا الذي يقتل سنوياً مائتين وستين ألف طفل دون الخامسة في أفريقيا في سابقة في الاتحاد الأوروبي بدأت النمسا تطبيق إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع البالغين فوق سن الثامنة عشرة تحت طائلة التعرض لغرامة كبيرة وأكد وزير الصحة أن التلقيح الإلزامي يرمي إلى الحماية من الموجات الجديدة ومكافحة المتحورات الجديدة التي يمكن أن تظهر في الأشهر المقبلة يلزم القانون جميع المقيمين البالغين أغذى اللقاح باستثناء الحوامل من أصيبوا بالفيروس منذ أقل من مائة وثمانين يوماً ومن يمكنهم الحصول على إعفاء لأسباب طبياء أعلنت نائبة مدير معهد بحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في موسكو أن معظم الأطفال وفق المعلومات التمهيدية يتعافون من متحوري أوميكرون من دون مضاعفات لكن المسؤولة أشارت في الوقت ذاته إلى أن بعض الأطفال المتعافين من الفيروس يعاني من التعب والصداع وزيادة طفيفة في درجة الحرارة من جراء الفيروس إلى الملف الطبي في إطار تحويل الإعاقة إلى طاقة تبرز طاقة متميزة بطلتها شابة كفيفة تخطط كل الصعب حققت أمنيتها كمعالجة فيزائية ناجحة تقرير سامي جلول حكاية ميري تختلف عن كل الحكايات فهي التي عشقت الطب منذ صغرها لكن فقدان البصري منعها من خوض الكثير من اختصاصاته لكنها لم تتراجع وهكذا كان فدخلت الجامعة الأنطونية واختارت اختصاص العلاج الفيزيائي هذا الاختصاص كثير صعب لأنه فيه كثير شابة نظرك حلق أنا معي اللابتوب طبعي فيه ليل الجوز ومعي التليفون عليه والفويس أوفر ساعدوني كثير الداخل إلى عيادة ميري يشعر وكأنه داخل إلى بيته فالإحساس بالراحة يبدأ منذ النظر إلى وجهها وإن تردد البعض كونها كفيفة فهذا سرعان ما يتبدل بعد التعرف عليها وعلى عملها والشغل على السفاء بيقبلوني ومعاشية عالية وكل شيء بس يعرف أني ما بيقشى بيبطله المعالجة الفيزيائية المتألقة تبتعد كل البعد عن كل ما يعرف بالآلات الحديثة وبأناملها الذهبية تتمكن من إزالة الألم والخوف معا وشهادة المطران يوسف الكلاس خير دليل على ذلك ولحظت عندها ذاكرة هائلة وإذا في عندها برنامج بدأت تعمله للمريض لإدامها ما بتنسه ولا نقطة وكمان أنا بريد أني شجع فكرة أنه كل الشخص عنده يعاق معه معناته أنه ما بيقدر يشتغل ومراته بيشتغل بحماس وبهمة أكتر من الإنسان العادي في ظل أزمة اقتصادية دمرت ما تبقى من مشاريع خاصة في لبنان تصارع ميري متحدية كل الصعاب كي تستمر معطاءة وكي تعطي صورة صادقة عن الطاقات المدفونة في قلوب الأشخاص المكفوفين الذين يأبون إلا أن يحولوا الإعاقة إلى طاقة بإرادة قوية وتصميم صلب يتحدى الأشخاص المكفوفون واقعهم فيعملون وينجزون عسى أن تلتفت الجهات المعنية إلى قدراتهم وطاقاتهم وتترجمها في الأماكن الصحيحة لتطوير أدائهم سامي جلول بيروت الميادين أيضا زميلنا سامي جلول الذي قام بتحضير كل هذا التقرير تخطى الإعاقة وتحدها وأصبح صحفيا ناجحا يرفع به الرأس تنضم إلينا حول هذا الموضوع من بيروت مديرة الدمج في مجمع إنماء القدرات الإنسانية في دار الأوقاف الإسلامية دينا السومة أهلا ومرحبا بك سيدة دينا قبل أن نبدأ بالحديث عن صلب الموضوع أريد أن أفهم منك ما الذي تقومون به أنتم في هذه المؤسسة في تحدي الإعاقات وتحويل الإعاقة إلى طاقة أول شي صباح الخير معك دينا السومة مسؤولة الدمج بمجمع ألماء القدرات الإنسانية التابع لمؤسسات الرعاية الاجتماعية دار الأيتام الإسلامية الحقيقة نحن بمجمع عرامون بكل بساطة أخذنا قضية الإعاقة قضية محقة أهم شيء أنه نحن آمننا بهذول الأشخاص آمننا بقدراتهم وآمننا بحقهم بالتعليم وآمننا بحقهم بالعيش بكرامتهم فمشان هكي كانت الانطلاقة بمجمع ألماء القدرات الإنسانية اللي هو بيستقبل ذوي الإعاقة من كافة الإعاقات الحسية الحركية ويبتدي الطفل هونيكي من سن المرحلة الطفولة بيبتدي دراسته لحديد مرحلة البروفي داخل صفوف دراسية عادية ومن بعدا بينطلق لمرحلة الدمج وقبل هذه المرحلة كمان نحن في عنا شيء اسمه الزيارات الأسرية اللي منتابع الأطفال مدون سن المدرسة اللي زميلاتنا بيتوجهوا للمنازل اللي حتى يساعدوا الأهل بتقبل أبناءهم وطريقة التعامل مع أبناءهم اللي هن عندهم الإعاقات الأشخاص من زاوي الإعاقة طيب ما هي الآليات التي تتبعونها لمساعدة الشخص المعاق أو لديه إعاقة معينة على التخطي النفسي لإعاقته والإيمان بأنه هو قادر على تحقيق حلم برأسه أول شغلة مجرد ما أنت إيمنت بهذا الشخص وتعطيتي معه بأنه هو شخص ما عنده إعاقة يعني مثل الشخص المعوق باختصار حتى نحن نسهل الموضوع علينا هو شخص فقط حاسم من الحواس وهو يحتاج إلى معين من المعينات لحتى تسهل حياته وتخليها أبسط ويقدر يكمل حياته مثله مثل الآخرين مشان هيك داخل مجمع إنماء القدرات الإنسانية كان عنا المعينات اللي هي بتساعد هيدا الشخص لحتى يقدر يتخطى هيدا الإعاقة اللي هو خلق فيها أو يمكن اكتسبها على مرحلة بسبب أي حادث أو كانت وراسية معه منذ الطفولة فإذا كنا نحكي عن المكفوفين فأكيد كل الوسائل المساندة للمكفوفين من الليبرايل في بصر بيستعملوا الخطوط المكبرة لحتى يقدروا يقدروا يقروا يقدروا يكونوا متواجدين مع أقرانهم بالإضافة للإعاقات الجسدية تايما أنت عم تكوني عم تتحضرين من الشي المكان اللي بيقدر يساعده أنت يحسوا حالهم إنه هني موجودين يعني كتير صعب أنت بعدك عم تقولي من الناحية النفسية من الناحية النفسية كتير صعب تحطي شخص عنده إعاقة جسدية بمكان هو منه حسه مكان ومنه قادر يتحرك فيه وبالنسبة للأشخاص الصم اللي هني عندهم الإعاقة السماعية أكيد طالما هني حاسين نفسهم موجودين بالناس عم يفهموا عليهم عم يقدروا يتواصلوا معهم عم بتفك العزلة اللي هي ناجحة عن الإعاقة السماعية هون أنت تلقائيا بتكوني عم تقدر تساعدينهم بالإضافة لوجود متخصصين ومعالجين بكل الاختصاصات اللي موجودين داخل المجمع طيب إضافة للإعاقة البصرية أو الإعاقة السماعية التي تحدثت اللذين تحدثت عنهما أريد أن أسأل عن حالة ربما كانت من أصعب الحالات التي واجهتموها كيف تعاملتم معها وكيف تحولت هذه الإعاقة إلى طاقة وإلى تحقيق حلم عند صاحبها كل إعاقة بحد زيتها أو كل حالة بحد زيتها هي تحدي بيكون بالنسبة لألنا لأنه من لما بيبتدي الطفل بالدراسة أكيد نحن منكون حاتين قدام عيوننا الهدف الأسمى أنه هو بده ينخرط بهذا المجتمع ومن بعد ما يتعلم ومن بعد ما يخلص لابد أنه ينطلق لسوء العمل لما بينتقلوا الأولاد لبرنامج الدمج أول شغلة تأخذ بعين الاعتبار هي طموحاتهم وقدراتهم لأنه إن أردت أن تطاع فاطلب المستطاع فمتل ما شفنا هلأ بالتقرير اللي ما حضرتك أنه نحن بنعرف كتير منيح أنه فيه اختصاصات صعبة أنه تكون عم يدرسل الشخص من زويل بعض الإعاقات المعينة من التحديات الحقيقة اللي كتير حلوة بالآونة الأخيرة كنا عم نعيشها هي شخص أو طالب من زويل الإعاقة الجسدية اللي عنده مشكلة بأطرافه أطراف إيدي وكان من هو وصغير عنده مواهب كتير ظاهرة اللي هي الاختراع والابتكار وكان دايما يقول أنا بدي أعمل مهندس ميكانيك بتعرف أنت أكيد الأهل والمجتمع والمحيط كان يقول له كيف يعني دايما كان هو نظرة المجتمع لقاله لما يقول حلمه كانت الناس تتفاجأ هذا الصباح كيف بده يكون مهندس ميكانيك وهو عنده بتربة بالأصابع فالحمد الله اليوم أنا بخبرك أنه هذا الشاب عم يدرس بالجامعة بالسنة الأخيرة وهلأ دخلنا أساسا على الفصل الأخير من السنة الدراسية وهو إن شاء الله حيتخرج مهندس ميكانيك وحاليا يتدرب بمشروع أعداد مشروع كتير كبير باللي بقى على الطاقة وعم بيكون من الكوادر الأساسية للعمل ضمن هيدا المشروع فبالإرادة وبالتحدي وبتعزيز سقته بنفسه قدر وبوجود أشخاص حوالي آمنوا فيه وقدروا أقمنوا له كل المعينات اللي بتساعده وقدروا تخطى وهو اليوم الحمد لله بنعتبر أنه بما أنك تحدثت عن هذه الحالة سيدة دينا رائعة هي النتيجة لكن لربما من يسمعنا الآن ولديه من الأطفال أو الأخوة أو الأقرباء من لديه إعاقة لن يقتنع أنه كيف كيف تمكنتم من ذلك يعني شرحي لنا بالعامية ببساطة شو الخطوات اللي عملتوها لحتى صار مهندس أول شغلة وبكل بساطة تابع مرحلته التعليمية مثله مثل أي شخص من أكرانه اللي ما عنده أي مشكلة ما عنده أي إعاقة الخطوة الثانية والأهم هي كانت تعزيز ثقته بنفسه تعزيز ثقته بنفسه من خلال الدعم النفسي لألنا من خلال الأمشطة الكتير اللي كان عم بيمارس فيها يعني أنا بدي خبرك أنه هيدا الشخص من أبرز الأمشطة اللي قام فيها هو بمرحلة السنة والمرحلة السنوية كان مشاركته بالمؤتمر الكشفي العربي اللي أقيم بشرم الشيخ وشارك بمنتدى الشباب وكان من الأشخاص اللي عم بيناقشوا وعم يحكوا هذا عادة عنه من هن وصغار الأولاد نحنا في شي عنا اسمه منتدى الأطفال ومنتدى الشباب دايما لحتى نخليهم يحكوا يعبروا يقولوا المكنونات الشي اللي موجودة جواتهم لحتى يقدروا يوسقوا بقدراتهم أهم شغلية طالما هيدا الشب أو هيدا الصبي أو هيدا الطفل أنت أمنت فيه هو كان حاسس أنك أنت مقامني فيه تلقائي أحلامه بإذن الله بتترجم لحقيقة طالما فيه أشخاص مقامني فيه عم بيوجهوا غير الناحية غير الناحية النفسية ماذا تفعلون في الناحية العملية لمساعدته يعني مثل هاي الحالة من الناحية العملية مثل ما قالتلك بالأول نحنا عنا شيء اسمه برنامج الدمج والمساندي من بعد ما يخلص الدراسي بالمرحلة المتوسطة داخل المجمع بعدين بتم اجتماع مع الشباب والصبايا كلهم من أحدة قدراتهم اللي عنده ميول يروح على التعليم الثانوي يتوجه إلى التعليم الثانوي التعليم المهني التعليم المهني كل إنسان حسب ميوله قدراته تشيل اللي قادر عليه خلال هيدا الفترة الدراسية نحنا ما منترك أبنائنا منظلنا متابعينهم موجودين معهم داخل المراكز الدامج اللي هني موجودين فيها لأي صعوبة بتواجههم نقدر نزللهم إياها يعني مثلا مثل هيدا الشخص اللي أنا عم بحكي لك عنه هو صعب كان أنه يمسك الألم ويكتب لأنه عنده مشكلة بالأطراف أكيد بيكتب ولكن سرعته بالكتاب يمكن ليست كسرعة أقرانه بهيد الحالة بيكون فيه عم يتأمن لأله المراجع التربوية دايما عم تتصور كل شي هو عم يحتاجه عم يتأمن بين إيديه عم يتجهزه الوسائل اللي بتساعده لحتى يقدر يحقق هيدا الحلم يعني أبسط الأمور أنت تعرف أنه فيه بالعلاج الانشغالي أمور كتير تتكيف الألم ممكن صار بهيدا الأيام يتكيف لا يتناسب مع إعاقة الشخص اللي موجود طالما المعينات موجودة طالما الحلم بإذن الله أكيد ما في شك أنه بيتحقق ونحنا كمؤسسات وكأشخاص متخصصين بهيدا المجال ومن خلال إيماننا فيهن أكيد ما عم نترك أي وسيلة معينة لحتى نقدر نساعدهم طيب ما ذكرته عن هذا الطالب يعني أوحى إليه بأنه أصلا هو كان متحمس ليحقق الحلم لكن عندما يأتيكم شخص أو يأتي أهل شخص بطفل ربما أو بشاب إليكم وهو محبط من إعاقته ويعتبر بأنه لن يستطيع أن يفعل أي شيء وهو يعني بعضهم يعتبروا أنهم باتوا عالى على أهلهم أو على المجتمع أو 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 وهم ليسوا كذلك بطبيعة الحال ماذا تفعلون لإقناعه بأنه قادر على أن يكون فاعل في هذا المجتمع ويتخطى الإعاقة تمام أول شغلي بس بدي قبل ما أضطر لأشرح لك الحالة التانية بدي أكد لك حتى لو كان الشخص عنده من الحماس ما عنده وعنده من الأحلام ما عنده لما بيصطدم بالمجتمع والمجتمع بيبلش يحبطه أكيد تلقائيا في مكان ما بيبلش يحس أنه هذا الحلم لن يتحقق بيبلش يمكن من جوه يبلش الأحباط يسيطر عليه شوي شوي بس لما بيحس فيه ناس موجودة عم تدعمه أكيد بتقدر تتغلب على هيدا الأحباط اللي عم بيحاول المجتمع يفرضوا عليه لأنه هو مخلق فيه بينما بالآخر ما في حدا بيخلق محبط وما في حدا بيخلق ما عنده أحلام سأحكيك عن تجربة كتير حلوة هي لأحد طلابنا اللي اليوم هو موجود معنا زميل اللي فقد البصر ما فقد البصر منذ الولادة ولكن فقد البصر على كبر وكان خلاله عنده ضعف بصر ومن بعده فقد البصر النهائية مما سبب صدمة كتير كبيرة إن كان لأله وإن كان لأهله اللي بنعمله أكيد فيه أخصائيين نفسيين هون يدورون كتير مهم لحتى يكونوا موجودين معه لحتى يساعدوه لحتى يدعموه ضمن الجلسات اللي هي جلسات دعم نفسه فيه أشخاص موجودين لحتى يكونوا عم يشتغلوا مع الأهل كمان ليدعموه النفسيين لحتى يقدر يقامنوا بقدرات ابنهم بالإضافة لدور الأسادزي داخل الصفوف لأنه دورهم كتير مهم لحتى يكونوا عم يدعموا هذا الشخص بالإضافة إنك أنت كمان عم بتكيفي المجتمع المحيط فيه للشخص يعني لزملائه داخل الصف اللي نحن أكيد عم نزرع فيهم أهمية بأنه يكونوا هن كأسرة واحدة عم يتعاملوا ويدعموا نفسهم ويتقبلوا الأهم من هيك ويساعدوا لتقبل نفسه هاي دي الأمور كل ياتها بتساعد ولما أنت عم تعطي دائما المحفزات وتشجعي وتقولي له لأ أنت قادر وأنت مش لازم تستسلم هاي دا هوني بيلاقي حاله لما بيلاقي حاله موجود ببيئة حضنته ومتقبلته وبتحبه هيدا أهم شي هوني تلقائيا بتلاقيه فعلا ابتدى يعني يستنزف هاي دي الطاقة السلبية وتجي مكان الطاقة الإيجابية اللي حتقدر أو بالأحرى قدرت يعني نحنا قدرت لدرجة أنه زميلنا تخرج من الجامعة من جامعة بيروت العربية ودرس الحقوق لما رجعنا لما وصلنا خلصنا يعني عم بعطيكي مثل وصلنا كان عنده حلم أنه هو يحقق وتيكون كاتب عدل وصلنا لمرحلة مثل ما كنا عم نتابع أنه مش كل الاختصاصات بيقدر يكون موجود فيها كونه كفيف ما قدري حقق كاتب العدل هوني كمان ما بتجي بتقول له خلص خلصت حياتك لهون لأ منستمر بتدعمل نفسي معه ومنحاول ندور نحنا وياه ونبحث عن البدائل وفعلا اليوم هو موجود معنا كزميل داخل المؤسسات ووظيفته هي تعليم لغة البرايل لأقرانه من الإعاقة البصرية ومتازعين تتابعون الحالة حتى بعدما تنتهي من الدراسة وتخرج إلى سوق العمل تلمسون بأنه زاد الوعي عند الأهالي بالتوجه إلى المختصين وإلى المديريات كمديريات الدمج التي ترأسينها أم لا يزال للجانب التنويري أو التوعوي عند الأهالي قليل أو ضعيف هلأ ما في شك أنه بعد ما وصلنا للنتائج المئة بالمئة مثل ما فينا نقول ولكن بالنسبة كتير كبيرة صار فيه وعي أكتر عند الأهل من الخطوات التي نقوم فيها بمجمع ألماء القدرات الإنسانية هي أنه نحن بدأنا من مرحلة الطفولة نعمل الأيام المفتوحة وندعي أهالي أبنائنا ليشاركوا أبنائهم فصول التعليم فصول الرياضة فصول الترفيه الأمشطة المناسبات عيد الأم عيد الأب عم بيكونوا موجودين داخل المجمع مع أبنائهم لحتى يلمسوا فعلا أنه أبنائهم قادرين على العطاء وما يحسوا يعني نحن مع الأسف لهلأ بعد في عنا بعض الأهالي اللي بتحس طب أنا ابني لشو بدي علمه شو بدي يطلع منه ما هو عنده إعاقة ما هو لوين بده يوصل أنت لحتى تشيل هذه النظرة ما فيك بس تحكي للأهل وتجي تقليله وتوعيه مثل ما قلتلك قبل أكيد في نحن عنا زملائنا الأخصائيين بمجال الأسرة اللي هني عم يتابعوا مع الأسر بشكل مستمر ويوجهوا الأهل لآليات التعاطي معهم ولكن الأهم عم بيكون وجود الأهالي مع أبنائهم داخل صفوفهم التعليمية لحتى يشوفوهم ويشوفو قدراتهم ويشوفو أبنائهم لوين وصلوا في عنا نسبة كتير مرتفعة من الأهالي اللي فعلا بتلاقيها صارت تنطر هايدي الأيام لحتى فعلا تكون فخورة بأبنائها وبعطاءاتها فهون هو دورنا دورنا قبل دعم الطفل داخل المؤسسة دعم أهله لحتى يقدروا يتعاملوا معه بطريقة أنتم مؤسسة مجانية غير ربحية لمن يريد أن يتحل أبنائهم هذه نقطة من المهم الإضاءة عليها مؤسسات الرعاية كم مركز كم مركز لكم فهمت منك بأنكم تتوزعون في عدة محافظات لبنانية نعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية مثل ما سابق وقالت لحضرتك نحن 54 56 مؤسسة منتشرين على كافة المحافظات اللبنانية نخدم كافة الإعاقات شعارنا وهدفنا الأساسي هو الأفقر والأحوج نعم نحن مؤسسة لا تبغى الربح مؤسسة مجمع الماء القدرات الإنسانية هو متخصص للأشخاص ذوي الإعاقة بينما عنا مؤسسات أخرى متخصصة في كافة المجالات في مؤسسات متخصصة حتى مجمع الماء القدرات الإنسانية يخدم الأشخاص زوية صعوبات التعلمية وغير ذلك حتى نحن مثل في عنا مركز رئيسي بدار الأيتام الإسلامية يخدم الأيتام والحالات الاجتماعية الصعبة عندك مراكز متخصصة بشملان وببيروت للإعاقات الزهنية وعندك بالمحافظات بعكر بالضنية بالبقاع ببعلبك المؤسسات منتشرة بالإقليم بجدرة والخدمات تشمل كافة الفئات بالإضافة لخدمة كبار السن وخدمة النساء المهمشات والعديد والعديد من الخدمات شكرا لك مديرة الدمش في مجمع القدرات الإنسانية في دار الأوقاف الإسلامية دار الأيتام الإسلامية دار الأيتام الإسلامية دينا السومة كنت معنا مباشرة من بير شكرا لك إلى الملف البيئي يضرب إعصار كبير جزيرة مدغشقر في المحيط الهندي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة حذر من أن آثار الإعصار في مدغشقر ستكون كبيرة لأن الإعصار قد يؤثر في أكثر من نصف مليون شخص من بينهم نحو 150 ألف نازح أصلا بسبب العاصفة التي سبق أن ضربت الجزيرة تعتزم إسلندا وقف السماح بصيد الحيتان اعتبارا من عام 2024 وإسلندا هي واحدة من ثلاث دول لا يزال يمارس فيها صيد الحيتان وقد اتخذت هذه الخطوة في ظل انخفاض الطلب إلى أدنى مستوياته وكانت اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان قد حضرت عام 1986 صيد الحيتان التجاري ولكن إسلندا عارضت القرار الصحي انتهت دومتوم سالمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة